على الرغم من إن محافظة صلاح الدين تمتلك الكثير من المقاومات المادية التي تمكنها من أن تكون من المحافظات المتطورة فإن الفساد المالي والإداري جعلها تعاني نقصا كبيرا بتقديم أبسط حقوق المواطن الذي أجبره نقص الخدمات على ترك المحافظة مهاجرا صوب إقليم كردستان أو إلى دول أخرى بحثا عن الخدمات وهذه ظاهرة خطيرة حذر منها تحالف عزم في محافل عدة بسبب الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة أدى ذلك لنقص كبير في قطاع الخدمات المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء الصالح إلى الشرب والقطاع البلدي والنقص في المتنزهات والأماكن الترفيهية وكان لحفظة صلاح الدين الحصة الأكبر من هذا النقص خصوصا بعد تفجير أبراج الطاقة الكهربائية وخروج العديد من المحطات وخطوط النقل عن الطاقة أدى ذلك إلى نزوح العديد من الحوائل في هذه الفترة بالذات إلى أقليم كردستان وإلى الدول الأخرى مواطنون أكدوا أن وضع المحافظة من سيء إلى أسوأ في ظل استمرار الأسباب ذاتها التي أدت إلى استشراء الفساد مشيرين إلى أن الكثير من الأهالي اختاروا العيش خارج العراق بحثا عن الخدمات رغم وضعهم الاقتصادي غير المستقر كثير من الناس هاجرت لأنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة والكهرباء غير موجودة المي غير موجود فلجأت إلى كردستان منهم منبع حتى بيته وأملاكه ولجأ إلى أقليم كردستان بسبب هذه الأوضاع هناك كثير من الناس يعني إحنا من الناس لو كانت أمورنا شوية أحسن ما كان بقينا بهذه الوضعية لأنه تعبنا الأطفال تعبت، النساء تعبت ويؤكد مختصون وجود عشرات المشاريع الخدمية المتوقفة في صلاح الدين التي نخرها الفساد المالي مشيرين إلى أهمية أن يشرع رئيس الوزراء بفتح تحقيقات موسعة بشأنها ومحاسبة المتورطين